من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلنا بكم إلى الجزء العاشر من محاضرات سلسلة واجبات القطع الناقص والسؤال اللي ما موجود بالكتاب لكن فكرته منهجية جدا مهم جدا أن تطلع على الفكرة لهذا السؤال في حالة وروده بالامتحان المدرسي أو الوزاري إن شاء الله رح تتمكن من حل السؤال بكل مهنية إذن هنا السؤال هو جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وناطين بؤرتاه F1 وF2 معلومة والنقطتان H وK تنتميان إليه بحيث أن محيط الشكل الرباعي H F1 K F2 يساوي 12 وحدة بالنسبة إلى طلاب المتميزين نقطة الأصل وناطين بحيث أن محيط الشكل الرباعي H F1 K F2 يساوي 12 وحدة بالنسبة إلى طلاب المدرسيين إذن هنا أشلون أتعامل مع هذا السؤال أكيد في بعد الأمر ناطين البؤرتين جذر 3 صفر يعني معناها إحدى البؤرتين جذر 3 صفر يعني معناها C صفر البؤرة الثانية سالب جذر 3 صفر يعني سالب C صفر إذن البؤرتين موجب سالب جذر 3 صفر يعني معناها C تساوي جذر 3 وبعد والبؤرة أكيد تقع على محور السينات إذن معناها عفوا وصلتني رسالة مستعجلة تقول لي اكتب قانون السينات أو ارسم السينات وبعدين هنا شوفوا وش رح يصير بالرسم إذن معناها هذا هو الأفقي إذن قطع ناقص أفقي بؤرته تقعان على محور السينات هذا هو الأفوان جذر 3 صفر هذا الأفتو سالب جذر 3 صفر الفكرة في هذا السؤال بأن الأتش والكي ما يصير اثنيناتهم أعلى المحور أعلى محور السينات ولا يصير اثنيناتهم أسفل محور السينات والسبب ملاحظة أنتم أخذيها بالابتدائية طريقة قراءة الشكل الرباعي أما تكون باتجاه أقرب الساعة أو عكس اتجاه أقرب الساعة يعني لو أقراها ألف باء جيم دال هذا المستطيع لو أقرا ألف دال جيم باء ما ممكن أقرا ألف باء دال جيم ما يصير ممنوع إذن هذا يخالف المنطق فإذا جدلا أنتم اعتبرتم الكي هنا وكملتم الشكل الرباعي إذن معناه هذا رح يكون اسمه كي أتش أفوان أفتو إذن هذا ما يصير لأنه يقول لي أتش أفوان كي أفتو إذن هذا يدل على أن الأتش إذا عجبك تخليها فوق محور السينات فلازم الكي أسفل محور السينات هس الأتش صار علي يمنى لو علي يسرب كيفك الكي صار يمنى يسرب كيفك هذا الشكل هل هو مستطيل ما أدري مربع مستطيل معين ما أدري شكل رباعي لا على التعين بما إن محيط المثلث مجموعة أطوال أضلاعه الثلاث فإن محيط الشكل الرباعي هو مجموعة أطوال أضلاعه الأربعة من أضلاعه الأربعة الخضر ضلعين والبنفسجية ضلعين إذن معناها رح يصير عندي أتش أفوان زائد أتش أفتو زائد كي أفوان زائد كي أفتو تساوي 12 زيان حسب تعريف القطع الناقص أي نقطة أخذ على القطع الناقص بعدها عن البؤر الأولى زائد بعدها عن البؤر الثانية 2A إذن هذا الأتش أفوان زائد أتش أفتو هذا 2A والكي أفوان زائد الكي أفتو هم 2A إذن لو عندي بعض نقطة يسمها الزت زت أفوان زائد زت أفتو هذا 2A لو عندي نقطة مثلا أسميها أم أفوان زائد أم أفتو هذا 2A إذن مهما كانت النقطة القطع الناقص بعدها عن البؤرة الأولى زائد بعدها عن البؤرة الثانية إذن الجميل في هذا السؤال صار عندي 2A زائد 2A تساوي 12 يعني معناها 4A تساوي 12A تساوي 3 الآي معلوم السي معلوم بسهولة رح أجي أستخرج البي تربيع اللي رح تطلع 6 والمعادلة على محور السينات إذن X تربيع على 9 زائد Y تربيع على 6 يساوي 1 إذن هذا ما يقض السؤال الشكل الرباعي ماذا لو كان السؤال مستطيل إذا كان مستطيل الـ H و K هالمرة مو وحدة بين وحدة ووحدة إذن H و K يناتون وحدة بصف اللق إشلون رح أجي أرسم المستطيل إشلون أستفيد من مساحة المستطيل إذن كل هذا الأمر رح ننتظره إن شاء الله بأجزه اللاحق انتظرونا